لم يستغرق الوضع كثيرا حتى تتضح الصورة أكثر بشأن الهجوم الغادر الذي استهدف أهالي ومركز شرطة تازربو يسأل الكثيرون عن كيفية تسللهم وقتلهم وخطفهم لكثيرين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبرت عن إدانتها الهجوم الإرهابي والذي أسفر عن مقتل حوالي تسعة عناصر أمنية وإصابة نحو خمسة عشر أخرين المنظمة في بيان لها أكدت أن داعش خطف عددا من المواطنين كما أشارت إلى أن من بين المهاجمين متحدثي اللهجة التونسية وليبيين سابقة أخرى خطيرة في المنطقة الجنوبية التي شهدت في السابق هجمات من التنظيم الذاته وشبكات أخرى لكن لماذا داعش يستهدف هذه المناطق وما هي الرسائل التي يريد أن يرسلها ولماذا الآن المنظمة العربية ومن هذا الهجوم دقت من جديد ناقص الخطر بتوسع داعش وتناميه في المنطقة الوسطى والجنوبية وهو ما يشكل خطرا فعليا للأهالي مؤكدة ضرورة الإسراع بإنهاء الانقسام والتفعيل اتفاق المصالحة الوطنية والتوقف عن المماطلات والتجاذبات حتى تتم عملية صد التنظيمات الإرهابية عملية دون شك ستكون لها انعكاسات على أمن الجنوب خاصة وليبي عامة ولا شك أن الهاجس الأمني سيظل يسكن أهالي جنوب إلى أبعد حد ويفتح باب الخوف على الليبيين أجمع